بسم الله الرحمن الرحيم عقد مجلس الوزراء اليوم جلسته الاعتيادية وقد استهل المجلس بإيجاز من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء عن زيارته مع الوابد المرافق له إلى ألمانيا يوم الخميس الماضي وذكر سيد رئيس مجلس الوزراء بأن هناك فرصة حقيقية للعراق بالتعاون مع ألمانيا سيما وأن ألمانيا قد أعلنت عن نقطة التحول والتي تمثل التغيير في سياستها بعد الحرب الروسية الأوكرانية بما يتعلق بالطاقة وممكن أن يكون العراق أحد البدلاء في تزويد ألمانيا في الطاقة وذكر سيادته بأن من ضمن المباحثات تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة سيمينس بالإضافة إلى المباحثات حول البتروكيميائيات والتفاصيل الأخرى واستثمار الغاز المصاحب وما إلى ذلك ثم شرع مجلس الوزراء بالسير في مناقشة المواضيع المعروضة على جدوى أعماله ومنها قرار مجلس الوزراء قرر بإلزام الوزارات والجهات الحكومية كافة بتعويض الدرجات الخاصة بالأقليات من المسيحيين الأخوة المسيحيين والإيزيديين والصابع والأقليات الأخرى وإلزام مجلس الخدمة الاتحادي عند الإعلام بأخذ ذلك بنظر الاعتبار وهذا حق من حقوق هذه المكونات الكريمة كما قرر تثبيت العقود على قرار مجلس الوزراء 315 لعام 2019 الأسماء للتشكيلات والوزارات والجهات المعروضة من قبل الوزارة المالية بعد تدقيقها وفق السياقات وهنا أود التنويه بأن لا زال هناك عمل مستمر من قبل الوزارة المالية مع المحافظات والوزارات والجهات الأخرى وتعرض وزارة المالية اتباعا الأسماء التي يتم تدقيقها من قبلهم مع تلك الجهات أيضا صوت مجلس الوزراء على إعارة خدمات إحدى الموظفات من وزارة النفط إلى منظمة أوبك حسب صلاحياته وأيضا تمت الموافقة على تخويل شبكة الإعلام العراقي في التعاقد استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتوفير الدعم المالي والغطاء المالي للتعاقد على بث مباريات الدوري العراقي 2022-2023 سيما ونحن نعيش أجواء رياضية في بطولة خليجي 25 كما اتخذ المجلس قرارا بفقرات متعددة تؤدي إلى تفعيل الدفع الإلكتروني وإلزام الوزارات والجهات الحكومية ومنافذ البيع ابتداء من 1-6 بوضع نقاط للدفع الإلكتروني وهذا يسهل كثيرا من عملية التداول النقدي وتقليل الكتلة النقدية وبه فوائد اقتصادية أخرى أيضا كما هو معروف كما وقرر المجلس تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لوزارة النقل لاستكمال شراء طائرات البوينغ المتعاقد عليها سابقا هذا العقد منذ 2008 وهناك تجهيز للطائرات تباعا وقبل أيام استلمت شركة الخطوط الجوية العراقية إحدى الطائرات المتعاقد عليها وهذا التزام مالي تم التصويت عليه كما اتخذ المجلس قرارا بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بعدم دستورية بعض المواد المتعلقة بشركة النفط الوطنية وعاد ارتباط بعض الدوائر بوزارة النفط التي ربطت سابقا بقرار سابق من مجلس الوزراء السابق بشركة النفط الوطنية وهذه الدوائر هي المكامل وتطوير الحقول والعقود والتراخص البترولية كما اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتأجيل استفاء الرسوم القمروقية للبضائع المستوردة باسم الوزارات والجهات الحكومية وعادت النظر بقانون القمارك لأن القانون والآلية المتبعة حاليا هو أن الجهات والوزارات الممولة مركزيا هي تدفع الضريبة وبالتالي تعود إلى نفس الوزارة المالية ونفس الوعاء الواحد فبالتالي هناك إجراءات وتعقيدات حقيقة إدارية يمكن تجاوزها بتعديل هذا القانون ووجه سيد رئيس مجلس الوزراء بالسير بدراسته كما صوت المجلس على الموافق على انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي للأمن الغذائي الإسلامي والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2018 والمعروض مقبل وزارة التجارة وصوت المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 65 سنة 2022 بشأن البضاء المستورد للقطاعين العام والخاص والمعفاة من الرسوم القمروقية في المنافذ الحدودية وهذه مشكلة يعاني منها أغلب التجار والصناعيين وقرر مجلس الوزراء تشكيل فريق تدقيقي يتواجد في المنافذ الحدودية لمدة يوما في الأسبوع وله من الصلاحيات التي يخولها إياه الوزراء ذوي العلاقة كما صوت المجلس على اعتماد البريد الإلكتروني في المراسلات وعدم الانتظار للمعتمدين كي يجلبوا هذا الكتاب من هذه الجهة أو تلك وهذا يساهم بشكل قطعي بسهولة دخول البضائع للعراق شكرا جزيلا